دلوقتي مشاهدين بعد موجز لهم الأخبار مع هالا تفضلي هالا شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم نفت مصر بصورة قاطعة مزاعمة وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من جانب المصري لمعبر رفح وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ديار شوان أن تهافت وكذب الإدعاءات الإسرائيلية يتضح في عدد من النقاط من بينها أن كل المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة قد أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع استشد عشرات فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يأوي نازحين الشرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مخيمي لبريج والمغازي وبلدة الزويدة كما شن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع هذا وانتشلت تواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلة شرق خان يونس واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف حي الزيتون في مدينة غزة ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحة نقل إلى مجمع الشفاء الطبي أكدت الأمم المتحدة ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة وفي كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك انتقد منصق الإغاثة الطارئة التابعة للأمم المتحدة مارتين غريفث التصعيد في غزة معتبرا أن ما يتكشف هو حرب تدار بدون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين مشيرا إلى أن النزوح القصري لـ 1.9 مليون مدني وهو ما يعادل 85% من إجمالي السكان الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مرارا وتكرارا مع استمرار القصف كما حذر المنصق الأممي من ازدحام الملاجئ في القطاع ونفاذ الماء والغذاء وتزايد خطر المجاعة يوما بعد يوم أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة على موقع رادار لقوات الحوثيين في اليمن وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه الضربة نفذتها حاملة الطائرات الأمريكية كارني باستخدام صواريخ من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثيين في اليمن أوقعت ضحايا مدنيين وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على نجاح الضربات كانت الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا ضربات استهدفت مواقع لقوات الحوثيين في اليمن أكدت أنها ردا على استهداف قوات الحوثيين سفنا في البحر الأحمر وتهدف بالأساس إلى الدفاع بحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الوابع المتدهوري في قطاع غزة حيث دعا عدد من الأعضاء إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وانتقد العديد من مبعوثي الدول دعوات السياسيين والمشرعين الإسرائيليين بتهجير الفلسطينيين قصرا وأكدت الدول المشاركة ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل حيث دعت فرنسا وروسيا والصين والجزائر إلى أن تتركز الجهود على الفور نحو وقف دائم لإطلاق النار بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين من جانبها أكدت الولايات المتحدة موقفها من ضرورة عدم تهجير الفلسطينيين أدانت روسيا الضربات الأمريكية والبريطانية ضد قوات الحوثيين في اليمن ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فسيليني بنزيا أمام مجلس الأمن الدولي الضربات بأنها عدوان مسلح سافر معتبرا أن الهجوم لا يستهدف قوات الحوثيين فقط بل شعب البلد بأسره مشيرا إلى أنه تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات في الهجوم ورياضيا واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بالعاصمة الإفوارية أبيجان استعدادا لمواجهة موزنبيق غدا الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2023 التي تنطلق اليوم بدأ الميران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تزديد على المرمى وشارك فيه جميع اللاعبين ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من موزنبيق وغانا والرأس الأخضر انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل